لماذا تشريه من بره وانتي ممكن لك تحضريه في المنزل وكذلك تفرحي بيه وليداتك السلام عليكم ومرحبه بكم في القناة من جديد مرحبه في نهار جديد وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنحضر مبعدياتنا كوكيز من اسهل ما يكون وكذلك نفرحو بيه وليداتنا وكيجينا كوكيز لديد بزاف وبكمية مهمة والاهم اننا سنحضره بالمكسرات اللي سيستفدو بيه وليداتنا فبالنسبة لهذا الكوكيز اللي سنحضره فرق يكون ثمان دياله كيتباع غاليه لاننا نحضره بالمكسرات فقد ندوز المقادر بالنسبة المقادر فعندي 250 كرام ديال السبدة ماركارين عندي كاس معامش من سكر حبيبات يمكننا كذلك نعوده بالسكر الاشقر عندي كاس معامش ديال زيت المائدة جوج بيضات جوج معالق ديال كوكيز كذلك عندي جوج معالقة من جنجلان او السمسيم وفاني سكر فاني كذلك عندي زرعة الكبثان وخميرة او بيكن باودر كاس معامش من اللوس اللي قطعته وكذلك كاس معامش من القرقاء حبيبات الشوكولات تقريبا ما بين ثلاثة المعالق حتى الربعة المعالق من حبيبات الشوكولات اللي كندروا بيم كوكيز ونصف كاس للنب او السبيب اللي قطعته رطبته وقطعته عندي كذلك الشوكولات اللي كندروا في الحالي كذلك عندي شوش معالق من العسل عندي شوفان وكذلك عندي نطقيق في قصرية سنشد 250 كرام زبدة او زبدة ماركارين سنضيف لها قبصة ملحة ونضغط عليها بالاصبع من بعد سنضيف لها كاس مع مرش كما كتلكم ديال السكر سنيدة كما كتلكم يمكن لكم تعوضه كذلك بالسكر الأشقر فبالنسبة الى ما عندكم شو سكر أشقر يمكن لكم ضيفه غال العسل هنا كنضيف كاس ديال السكر سنيدة يمكن لكم تضيف كاس كما يمكن لكم تنقصوا من السكر سنيدة وكتلكم بدأ نخلط حتى تشكل عندي الكريمة فكيبدأ الخالط ما بين السكر و الزبدة حتى تشكل عندي كريمة من بعد كنضيف كذلك كاس مع مرش ديال زيت المائدة اخلطة للسكر و الزبدة وبدأت نخلط حتى اضيف سكر والزبدة ويجب على شكل الكريمة من بعد ما تشكلت عندي كريمة نضيف جلس بيضات اللي يكونوا بحرارة ديال المطبخ ونخلط الكريمة الزبدة لكي يدخل البيض في الكريمة الزبدة بعد الضفت البيض سنضيف معلقة من الكوك اختياري لا تريد أن تستغنوا هنا سنضيف كيس السكر الفاني بعد الضفت نضيف معلقة من العسل بالنسبة للعسل فأنا ضفت عسل زمزامي يمكن للناس الذين لديهم العسل الحر يمكن أن يضيفه فالنسبة للناس الذين لديهم العسل زمزامي يمكن أن يضيفه غير العسل العادي فهذا يعود السكر الأشقر فهنا ضفت جنجلان وكذلك زرعة الكتن ونخلط في الخليط لكي يدخل زرعة الكتن وشنجلان في الكريمة هنا ضفت الشوكلاة في الحليب فهنا سنضيف حسب جوش من هذا الشوكلاة أو لا يمكن لكم كوبيل أي شوكلاة وضيفت كوبيل ونغط وكذلك ونغطت ونغطت مكتب كوبيل كوبيل يمكن لكم كوبيل قطعته بالموس يمكنكم استغناء على المكسرات والطيف اي نوع المكسرات هنا نضيف العنب الذي قطعته و قطعته يمكنكم استغناء الكمية او لا يمكنكم استغناء هنا انا اضيف الشوفان بالنسبة للشوفان بالنسبة للشوفان دي صرقة القائعة من يكون دون شوفان من دون سعيد او لا يمكنكم استغناء الكمية من كرقاق اضيف ثانثة اطاع الكمية كمية والموس بالموس هنا نضيف الضقاق بالنسبة للضقاق فأنا نضيف بالكاس بالكاس والأغربل هنا ضفت الضقاق وغربته وكذلك ضفت البيكن فاودر أو الخميرة من بعد أبدأ نخلط لكي تشمع لي الخلاة الكوكيس هنا إذا لاحظتم فأنا لم أضفت الشوكولات الكوكيس سأخذيه حتى الاخر فكما قلت لكم هنا ضفت شوكيسين ديال الضقاق مع البيكن فاودر ونبقى نخلط هنا ضفت الكاس الثالث الذي سنغربه كذلك بالنسبة للضقاق ضيفه بشوي 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 لكي ترى على حساب نوعية الضقاق التي تشرب لنا فبنسبة لي هنا اضفت الكاس الثالث وبدأت ندخل فيه في الخلاط ونضيف كاس الثالث في المجموعة الكيسين لضفت الكوكيس يجب أن يكون خمسة حتى الستلكيسين بالنسبة للضقيق يختلف من الثالث لأنه يكون على حساب وكيف يشرب لنا اضفت الكوكيس ونضيف حبيبة الشوكولات ونضيف حبيبة الشوكولات ونضيف حبيبة الشوكولات كيف ينضيف حبيبة لأن الخلاط ونضيف حبيبة وهنا كيف يبدو ونضيف حبيبة لكم كوكيس ونضيف حبيبة من المس ونضيف حبيبة كبيرة ونضيف حبيبة لكوكيس فأنا كنحطهم فوق الطاوة اللي كنكون يعني دلت لها السيلبات هنا يمكن لكم كذلك تطيروا غير ورق المطبخ وهنا كنستف في شوكولات كوكيز كنستفوا على الوجه دي الكوكيز ديالي يمكن لكم تكتروا من شوكولات كوكيز كما يمكن لكم تقلوا فأنا ماما كتشكلي يلي كوكيز ديالي وأنا كنضيف لي دو الشوكولات كوكيز كنستفهم من فوق وكذلك إلا كان لكم شي فرق في الكوكيز ديالكم فجمعوا وحاولوا تطيروه لشكل دائري من بعد ما كنستف في الكوكيز أو لشوكولات كوكيز من فوق فأنا بدنا نبسطهم بطياء شوية كنبسطهم لأنني ضيفة اليوم الخميرة فاركي تنفخوني نكتر حتى لاش كنبسطهم فباش ما كيجينا شغلات الكوكيز ديالنا فكيجينا رقيق شوية فأنا كنبقى على هذا الشكل حتى كنسالي الكوكيز ديالي كذلك تضيفوا غير شوكولات العادي إلا ما كنت شاعدكم رحوا بيبادية شوكولات كوكيز من بعد ما كنكملهم كندخلهم الفرن ديالي كنمسخناه من قبل وكننقص درجة الحرارة ديال فرن ديالي من بعد ما كيتحمروا لي كنسال نحتك يتحمروا لي من فوق وكننقص البطب باش مكيجوش لي يعني كيبقوا خضرين من الداخل لا كيجو مقرمشين وهذا وشك النهائي ديال الكوكيز ديالنا فكيجي شكل ديالهم محمر وزوين وكذلك مقرمش وحتى هذك المكسرات اللي كنكون دفنا للكوكيز ديالنا فراكيجو يعني مقرمشين كنتمنىكم تجربوا هذلك الكوكيز وترطوا عليه الخبار يمكننا نشربوا بهم القهوة او لا نحطوهم لوليداتنا الفطور كما يمكننا نديروهم في لانش بوكس ونصفتوهم مع عمر المدرسة كنتمنى الفيديو ديالنا يكوننا إعجابكم ما تنسوش تعملنا بلايك وبالاشتراك ثم تفرعات الله وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر